السلام عليكم جميعاً، الكون اللي احنا عيشين فيه والمخلوقات كلها اللي عيشة في الكون ده وحياتنا كلها كل ده عبارة عن نظم معقدة مبنية بإتقان شديد جداً على المستوى الكولي والمستوى الجوزي اللي هي الماكرو والمايكرو لابلس ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق عالم الرياضيات والفيزياء المشهور فريمان دايسن قال في كتابه إزعاج الكون أو Disturbing the Universe كلما تفحصت الكون ودرست تفاصيل بنيته كلما وجدت المزيد من الأدلة على أن الكون كان لديه معرفة مسبقة بقدومنا احنا بنتكلم في نواحي شبه لانهائية من نظم معايرة وضبط للكون يعني كتلة الأرض البعد عن الشمس البعد عن الأمر ووجود المشتري اللي بينظف البيئة حوالين الأرض وكأنه فلتر أو مكنسة بتكنس المجرم ده غير التجاذب الدقيق بين المجرات وبين الكواكب والنجوم والغلاف الجوي اللي بيحمينها من الأشعة فوق البنفسجية مثلا ونسب الغازات المختلفة من أكسجين ونيتروجين وتاني أكسيد كربون وغيرها والأمثال كتير جدا كل العوامل دي اتضبطت وتعايرت بشكل محكم جدا علشان تهيئ وجود البيئة المناسبة اللي يقدر يعيش الإنسان فيه وأي تغيير بسيط جدا 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 في أي متغير من المتغيرات الكتير جدا دول ممكن يعمل خلل كامل للكون وممكن ينهي تماما في لحظة وده اللي علماء الفيزياء والكون سموه نظرية المعايرة الدقيقة أو نظرية الضبط الدقيق أو بالإنجليزي سوابة الكون دي لوحدها معضلة السوابة دي هي اللي بتحدد شكل الكون ده كله لدرجة إنه علماء الفلك والفيزياء بيقولوا إن لو حاجة زي ثابت الجذبية الأرضية الجي اللي موجود في معادلة نيوتن لو تغير ولو بمقدار واحد على عشرة والسربعين كان لا يمكن النجوم تتكون ولا بالتالي الإنسان يتوجد وعلشان بس نفهم يعني إيه واحد على عشرة والسربعين تخيل أنت عندك حاجة وزنها عشرة تريليون التريليون التريليون كيلو جرام يعني قريب إلى حد كبير من ضعف وزن الأرض ومجرد وزنها اتغير بجرام واحد بس الأرض ما كانتش تواجدت خالص طيب سيبك من الجذبية الأرضية فاكر السابت باي اللي احنا درسنا في المدرسة اللي هو 3 و 14 من 100 أولا 14 من 100 ده رقم عشري تقريبي لكن باي أصلا فيه عدد لا نهائي من الرقام العشرية يعني سابت اتواجدت في الكون بدقة عقلنا ما يستعوبهاش أصلا ده سابت ما بيتغيرش في الكون هو كده زيه زي بقية السابت الكونية مخلوقين كده لكن السؤال هنا إيه اللي خلى سابت زي باي ده أو غيره يبقى سابت أصلا وبالدقة المتناهية ديت باي ده لو تغير ولو بشكل تغير جدا 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 برضو لا كان فيه نجوم اتكونت ولا الضوء اتواجد ولا احنا كنا اتواجدنا أصلا شوف سيفن هوكين اللي هو واحد من أشهر الفيزيائيين الملاحدة شوف هو نفسه قال إيه في كتابه تاريخ مختصر للزمن بيقول إذا كان معدل توسع الكون بعد ثانية واحدة من الانفجار العظيم أصغر بمقدار جزء واحد من كل مئة مليون مليون لكان الكون نهار قبل أن يصل إلى حجمي الحالي وعلشان هو ملحد عمره كله أضاء من غير ما يقدر يلاقي تفسير على الضبط الدقيق للكون ده كله فقال في نفس الكتاب سيكون من الصعب جدا تفسير سبب بدء الكون بهذه الطريقة فقط إلا عن طريق فعل من الرب أراد به خلق كائنات مثلنا ده ستيفن هوكينج الملحد نيوتن بقى قال في كتابه المدرسة العامة للمبادئ التوجيهية أو General Scolium to the Principia على الرغم من أن هذه الأجسام بيقصد الأرض والكواكب والمزنبات قد تسير بالفعل في مداراتها من خلال مجرد قوانين الجازرية إلا أنها لا يمكن أن تكون بدأت في هذا المدار المنتظم بناء على تلك القوانين علشان كده الملحدة موضوع السوابة الكونية ده من أقوى المشاكل اللي بتقابلهم وبيحاولوا كل يوم يطلعوا النظرية فنكوش زي نظرية تعدد الأكوان وغيرها مألفينها مخصوص بهدف أنهم يلفوا بيها ويتحايلوا بيها على ضرورة السوابة الكونية علشان يدعوا أن الكون غير خضع للضبط وبالتالي يقولوا أن ما فيش إله أتقن وأحكم هذا الكون ولكن المتأمل ولو لوهلة يعرف كويس أن لا يمكن الضبط الدقيق ده كله يتوجد إلا بوجود الله وإنه كرم الإنسان في مكان عالي جدا وخلق السماء والأرض والكون ده كله وهيأهم وسخرهم كلهم لوجود الإنسان ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا وقال كمان الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وفي سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليلة والنهار والآيات في ضبط وتخصيص وتسخير الكون كله للإنسان كتير جدا المستوى الثاني هو الخلق نفسه عملية خلق الكون والكائنات الحية وحنتكلمنا باختصار عن الجزية دي في فيديو سببية من ناحية خلق الكون لكن هنتكلم دلوقتي عن جزية صغيرة جدا من خلق الإنسان والكائنات الحية من باب وفي أنفسكم أفلا تبصرون أحد أهم الاكتشافات والدلائل العلمية في القرن العشرين على وجود صنع للإنسان والكائنات الحية هو شفرة الحمض النووي الديني وشفرة الديني ببساطة عبارة عن معلومات موجودة جوة الديني مترتبة بشكل معين كأنها برنامج كمبيوتر توصيفي وبشكل متناهي في الدقة بيتحدد من خلاله كل شيء في شكل وظيفة الشخص أو الكائن الحي عموما لدرجة أن كتير من اللي درسوا شفرة الديني ووصفوها وفكوا معناها هم كانوا أصلا علماء كمبيوتر ورياضيات علم الأحياء المشهور ستيفن ماير شبه التشفير بتاع الديني بالكمبيوتر ايدت ديزاين أو الكاد لو في مهندسين بيسمعوني هنا حتلاقيهم عارفين كويس إيه الكاد ده الكاد هو نظام بيستخدم تقريبا في كل تصميمات الصناعات الموجودة حاليا سواء كان طائرات أو صيارات أو مباني أو في فن العمارة أو بردات أجهزة أو بردات كمبيوتر وهكذا ففي الصناعات الممكنة مثلا بيجي مبرمج كمبيوتر يحط برنامج كامل بيوصف فيه شكل المنتج حيبى عامل إزاي وإزاي حيتكون بمراحل تكوينه المختلفة وبعدين لما يشغل التصميم ده على الأجهزة اللي في المصنع بتلاقي الروبوتات وأجهزة التصنيع بدأت ترسم وتقص وتركب وتلحم وتدهن وهكذا لحد لما في الآخر تطلع العربية اللي انت بتسوقها أو الطائرة اللي انت بتركابها أو أجهزة الكمبيوتر اللي انت بتشتغل عليها أو التليفونات اللي انت بتشيلها وهكذا ده بالضبط اللي بيحصل في الدين إيه وده اللي العلماء في الغرب بيسموه الانتليجينت ديزاين أو التصميم الزكي والسؤال المهم هنا مين اللي حط البيانات دي كلها في الدين إيه علشان الكائن الحي يتوصف بالشكل ده ويتخلق بالصورة اللي عليها وده لحد النهاردة والعلماء الملاحظة كلهم محدش عارف يجاوب على السؤال ده مفيش ولا ملحد في الدنيا عارف يجيب قوة واحدة من قوة الطبيعة أو قانون واحد من قوانين الطبيعة تقدر تنتج معلومات خاصة المعلومات بالشكل اللي موجود في الدين إيه دوت بتاع الكائنات الحية كلها مين اللي حطها في الكائنات الحية ديت وبالدقة المتناهية والتوصفية ديت لكل كائن حي لا يمكن لا يمكن لا يمكن المعلومات دي وبالدقة والنظام المتناهدة تكون تكونت بالصدفة أو بالنظام الدرويني العشوائي في صانع مدبر للنظام ده مش ممكن إنكار أو تجذيب دقة الصنع من الملاحظة ما هو إلا تهرب من السؤال الدونة ولو أمر واحدة إن العشوائية والصدفة ممكن تعمل كده مفيش فبأي ألاء ربكما تكذبان ولو جدت قولي إن المعلومات دي نتيجة للانتقاء العشوائي الدرويني والله كلام ما يقولهوش إلا واحد معاند مكابر أو مجنون إنت كمانك بتقولي إن نظام التشغيل الويندوز أو الأندرويد أو الآيو اس بتاع الآيفون دول تكونوا عشوائيا ياريت بس كده ده إنت بتقولي إن البرامج والتطبيقات اللي بتركب على نظام التشغيل ده اتكونت برضو عشوائيا ده إنت كمان بتقول إن الفيديو اللي إنت تتفرج عليه دلوقتي على التليفون بتاعك اتعامل بالصدفة في واحد عائل يقول الكلام ده في الجلة نيتشر العدد 439 بيقولوا إن أبسط جينوم ممكن يتوجد بتلاقيه بيحتوي على 387 شفرة بروتينية و43 شفرة RNA عالم الفيزياء الملحد بيزي مايرز حسب احتمالية تكوين بروتين واحد بالصدفة بتقريباً واحد على عشرة قصة 164 الرقم ده يعني صفر من صغر الرقم دوت الكمبيوتر عندك أصلاً ما يعرفش يحسبه ودي احتمالية تكوين بروتين واحد بس تخيل بقى 430 شفرة جينية يعني الرقم نفسه قص 430 أو قص ناقص 430 الرقم ده فعلياً لا يمكن يكون يتواجد في الطبيعة من صغره والأدهى إن الحسبة دي لأبسط تركيب جيني اكتشفنا لحد النهاردة ما بالك بقى بتركيب الإنسان اللي ادي إنه بتاعه فيه تقريباً 100 ألف شفرة جينية شوف الفرق من 430 شفرة جينية لـ 100 ألف شفرة جينية إذا كنا بنقول 430 دي مستحيل ما بالك بقى المئة ألف يا أخي مش ممكن أقول الآية تاني فبأي ألاي ربك وما تكذبان أكيد في خالق مصور عليم وبصير بديع عظيم حفيظ حكيم قادر على خلق المعلومات دي كلها وحفظها في الدين ايه بالشكل ده الواحد بصراحة ممكن يقعد يتكلم في الموضوع دوت لمدة ساعة كمان لكن احنا حنكتفي بهذا القدر في الفيديو ده علشان ننطورش عليكم وإن شاء الله تابعنا والأسبوع الجاي ننشر الجزء التاني من أدلة الضبط والإحكام والعناية ما تنسوناش من صالح دعائكم ولو عجبك الفيديو دوس على زر الإعجاب وشير واشترك معنا في القناة علشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر